اهلا بكم في قناة الابيض تي في وحلقة جديدة من حلقات التوقعات والنهاردة معينا توقع حصل من توقعات ميشيل حيك عن السعودية بس قبل ما نبدأ الحلقة يا ريت تروح تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا اول باول ميشيل حيك اتكلم عن مجموعة من توقعاته للدول العربية وتوقعاته للسعودية وقال توقعات مهمة جدا قال فيه ان ماء زمزم حيسرق الاضواء توقع ميشيل حيك ان ماء زمزم في السعودية حيسرق الاضواء وبالفعل تحقق توقعه وتصدر اسم ماء زمزم محركات بحث جوجل وتدولة وسائل الاخبار خبر مهم جدا عن ماء زمزم وتم تدوله كمان عالميا تروا نعرف ايه اللي حصل من الاخبار المتعلقة بماء زمزم سخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال حج هذا العام العديد من الوسائل الحديثة لختمة الزائرين تحقيقا لرؤية التحولات الرقمية والمبادرات المستقبلية ودعمت ادارة الوقاية البيئية ومكافحة الاوبئة اتبع للإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية منظومة التعقيم في المسجد الحرام بتوفير روبوتات لتعقيم مساحات اوسع وتغطية جنبات المسجد الحرام وبتعمل المنظومة بالنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة وعلى ست مستويات مما يحسن سلامة الجو الصح البيئي وتحليل متطلبات التعقيم بزكاء وفقا لسيناريوهات الاستخدام ومصار التعقيم والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي وأوضح مدير إدارة الشؤون الفنية والخدمية برئاسة نيف الجحدلي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن الروبوتات حصلت على براءة اختراع سلام وعلى شهادات عالمية منها شهادة اعتماد الجودة الأوروبية وأضافت أن الروبوت بيمتلك خاصية الشحن بالبطارية وبيعمل من 5 إلى 8 ساعات من دون تدخل بشري مما يجعل الأشخاص يشعرون بسهولة التعامل معه وبيزعى الجهاز 23.18 لتر لحماية المعتمرين والمصليين من فيروس كورونا والقضاء على الأوبئة كافة وبيستهلك نيترين كل ساعة للقضاء على البكتيريا في مساحة 600 متر مربع كل مرة وبيبلغ حجم جزيئات الضباب الجاف المستخدم في عملية التعقيم من 5 إلى 15 مايكرو متر بزاوية كشف أمامية بتصل ل192 درجة وبيتجاوز مدى كشف العوائق الأمامية 10 أمتار وبيحمل كاميرا تحتوي على رادار عالي الجودة لرسم الخرائط وبين الجح دالي أنه تم دعم إدارة سقيا زمزم بالروبوت اللي بيعمل على توزيع عبوات ماء زمزم دون تدخل بشري حرصا من إدارة سقيا زمزم على توزيع عبوات ماء وتطبيق الإجراءات الاحترازية والاستفادة من الزكاء الاصطناعي لخدمة بيت الله الحرام ونوه إلى أنه بإمكان الروبوت توزيع 30 عبوة في الجولة الوحدة حيث تستغلق الجولة الوحدة أقل من 10 دقائق وبيعمل لمدة 8 ساعات متواصلة بجد شيء رائع جدا وتكنولوجيا متطورة فعلا بتستخدمها المملكة العربية السعودية للتطوير من أداءها ومن الإمكانيات اللي ممكن يقدموها للحجاج وسط الاحترازات الوقائية عشان تجنبا لانتقال فيروس كورونا وأيضا للاستفادة من الروبوتات والوسائل الحديثة المتطورة وكلها تبع السياسات اللي بتنتهجها المملكة العربية السعودية لرؤية 2030 للتطور التكنولوجي والعلمي وصلنا معاكم لنهاية حلقة النهاردة من أهم توقع حصل من توقعات مشيل حيك للسعودية شكرا لحسن متابعاتكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله ودومتم في حفظ الله ورعايته